ايد حثية تمتد الى ما وراء الجوع والفقر وتسهدف في كل خطوة من خطواتها شيئا مما تبقى من الخدمات الاساسية التي تدعم بمساعدات من المنظمات الاغاثية ففي استغلال واضح من الميليشيات للجوانب الانسانية تعيش المناطق المسيطر عليها انقلاب الميليشيات حالة اشبه ما تكن بالموت البطيء منذ ساعات الانقلاب الاولى ففي حضرة الدمار وفي ظل غياب التنمية وحتى ابسط الاحتياجات الاساسية لا ترى الا السلب والنهب والجبايات فضيح متعددة تتكشف وحدة تلو الاخرى كان اخرها نهب الميليشيات لمعدات صحية وبيعها لاستخدام العائدات المالية في مشاريع خاصة بقياداتها او ربما نقلها الى مستشفيات ومشاريع طبية تتبع الميليشيات فبحسب الكثير من المصادر الطبية التي اكدت لعدد من وسائل الاعلام المحلية والاجنبية اقدام المنتحل صفة وزير الصحة في حكومة الانقلاب على مصادرة معادات طبية حديثة ونقلها الى مستشفيات خاصة مقابل حصوله على 30% من ارادات المستشفى تطول التفاصيل والارقام عند الحديث عن هذا الامر الذي ما ظهر منه تخفي الميليشيات اضعافه بعد نقلها للمعدات والاجهزة الطبية بشكل سري يتنافى مع القانون والقيام الانسانية فبحسب ذات المصادر نهبت الميليشيات ما مقداره 14 حضانة اطفال وثلاثة اجهزة سونار وخمسة اجهزة مخبرية بينما صودر من احد المستشفيات الجامعية ما مقداره 23 سريرا طبيا حديثا واجهزة كشف تلفزيوني حديثة ومحليل تعقيمية وحقائب طبية بلغت 16 حقيبة قدمتها منظمة الصحة العالمية يقدر سعرها بنحو 250 الف دولار هذه الجرائم والفضايح التي تكشفت ستزيد من معاناة المواطن الذي غاب عنه الغذاء والدواء وهي الميليشيات تحاول مصادرة حقه في الرعاية الصحية لتغيب عنه دور المستشفيات العامة وتبقيها خاوية من كل ذلك الكم الهائل من المعدات ولا تتوفر فيها حتى ابسط الاجهزة الطبية بينما لا يلح في الافق سوى معاناة لا نهاية لها اشتركوا في القناة